بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام وعلى أشرف المرسلين سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام أهلا بكم جميعا معكم محمد أحمد من قناة فيكراس في فيديو النهاردة سنوضح طريق تجميع SSR Relay Mediol أو Soiled State Relay يعني الريلي الصلب الذي لا يعمل بشكل ميكانيكي مع نبزة مختصرة عن الريلي أهي مميزاته وطريقة عمله وطبعا لا تنسوش تشاركوا الفيديو غير أصدقائكم يمكن تكونوا سبب في توصيل المعلومة لحد محتاجها تابعوا معنا قبل ما نبدأ تسكير بسيط بطريقة الشراء من موقع JLCB تسجل في الموقع وضع هنا وعد جربر ثم ترفع الملف الخاص بك ملف الجربر الخاص بك بالشكل تنتظر ثم تراجع الملف من هنا وتشاهد الصورة بحجم عوضة تحمله وتكبره ثم تخلص رفع التصميم الخاص بك ثم تشيك أوت وتسجل بياناتك الخاصة بالشحن وتحدد طريقة الدفع المناسبة لك لكي توصلك في أقرب وقت نبدأ على بركة الله بفتح الطرد الذي وصلنا من ديشاركة DHL يكون بالشكل يكون الحاجة كلها موجودة في كارتونة وهذه ورقة تفضح التفاصيل مثل موضح حمامكم كل تصميم عبارة 10 برد مع شوية تفاصيل للمصاريف أول مرة خبالي مكتوب عليه أنه معف جمركيا زائد 14% قيمة مضافة زائد دراسات مطبوعة مكتوب دراسات مطبوعة أنا مش فاهم باقة التفاصيل التفاصيل كلها مكتوبة هنا وهي 787 جنيه 71 قرش شفاهم القصة في 71 قرش كما تفاكرون في الدرس أو في الفيديو اللي فات وضحنا الثلاث تصميم كانت القيمة الجمركية الخاصة بهم 647 من 71 قرش نفس اللي كانت موجودة في الثلاث تصميمين 647 من 71 قرش يعني بانصحكم ما تجيبوش أقل من ثلاث تصميم مرة عشان تقلل القيمة الجمركية متوزع على عدد تصميمات أو على عدد لوحات أكبر نفتح التصميم جتاعنا بعدما نفتح كارتونة هذا التصميم هو عبارة عن 8 لوحات 2 ريلي و 4 لوحات 1 ريلي منفصل تستخدمهم مع بعض مثل التصميم الخاص وهو الريلي السر يكون بالشكل كما اوضح أمامكم كل شيء مكتوب عليها تستخدم كل شيء نستخدمت ضيود في التصميم وستخدمته في التصميم لأنه لا يحتاج إلى المستخدم ولكن كنت مركبه من عكس الموجب والسلب وكما اوضح أمامكم تستخدم التصميم وستخدم صمفرة خفيفة تستخدم صمفرة خفيفة وستخدم تستخدم تصميم وكنت العكس الأطراف ليس لحماية وليس لذلك هذا هو الريلي الذي نتعوده يعمل بشكل ميكانيكي هذا هو الريلي يعمل بشكل ميكانيكي أو حسب المستخدم وممه خفيفة هذا هو الريلي الذي سنشتغل بها السيارة اختصارا لـ ريلي الصلب يعني الريلي ليس لديه حركة ومستحس ويعمل بشكل ميكانيكي 5V ويعمل على أطرافين مفتاح ليس لديه أطراف مثل الريلي العادي وهو أطرافين مفتاح واحد واثنين وتلاتة واربعة وحلو اثنين هما المفتاح وثلاثة واربعة هما المستحس في حالة الرلي ده بيشتغل على خمسة فولت بس النوع ده اثنين امبير بس في انواع تانية زي مواضح امامكم في السي اس ار خمسة وعشرين امبير بيشتغل على 24 فولت لغاية 380 فولت اسي طيار متردد الملك مستحس بتاعه بيشتغل من ثلاثة فولت لغاية 32 فولت دي سي طبعا زي مواضح امامكم دي اطراف المستحس وده اطراف المفتاح او السويتش الخاص به في درس الاوبتوكوبلر ازاي بيشتغل ده طبعا الدوائل احنا مغلبينها معانا الطرف اللاب يدوات رايح مباشرة على اللمبة واطراف الاحمر قطعينه وعملونه مفتاح اطراف رقم واحد واثنين في الرلي تماما لغاية 220 فولت وانوصل هنا خمسة فولت في اطراف المستحس في الموجب والسالب زي مواضح امامكم اربعة هو السالب وثلاثة هو الموجب بيشتغل معك على يعني غير الرلي الميكانيكي اللي معانا تقدر استوصل وتفصل عدد لا نهائي الرلي يعني بيشتغل شاك تلون مئة الف مرة زي ما الشركات اللي بتنزله بطول والانواع اللي موجودة عندنا انواع رضيئة جدا فالفصل والتشغيل بتكرار زي ما واضح امامكم ده بيؤثر على الرلي وكمان لو انت عملت كده معاه بيفصل منك في العشرة امبير مثلا ما بيدكش يعني تكرار خمس ست مرات الكويل الخاص او اللي مستحس الخاص بالرلي ده اشتغل معاه من تلاتة وتسعة من عشرة فولت نرجع ثاني ونجيب اللوحات بطاعتنا البيسي بي بتاعتنا عشان نبدأ نركب الرليات عليها هناك مشكلة هنا وانا اتعمدت ان انا اسبها معايا عشان في ناس اسألتنا في الموضوع هذا الكثير الاطراف بتاعتها ليس مضبوطة الريلي او الس اس ار اللي موجود معايا على موقع في رايتزينك الاطراف بتاعتها ليس مضبوطة الاطراف بتاعتها ليس مضبوطة فأنا بكل بساطة باستخدام زرادية بزرو فايع أو باستخدام زرادية رفايع بسموات مساحة كما تحب تسميها عندك وبتتنى الطرف معك بالشكل ده ولو هتحتاج تتنى الأطراف كلها حتى على الأقل لو هتخلي الشكل كويس هتبدأ تتنى الأطراف بتاعتك أهم حاجة يكون الحجم ممناسب لأن هنا بجربة الروزيتا متعتي أو الترمينال هلا يشتغل معي ويركب معي وركب معي مفيش أي مشاكل بالضبط لأن حجم الريلي ده أكبر من حجم الريلي التوشيبه اللي موجود على موقع فرايتزينج أو على بردامج فرايتزينج وواجه بنفس التفصيل أو بنفس النظام عملت الريلي التاني على وقت الطرف وبعد كده ركبته وبنعدل أطراف بحسب بحيث أن نحن نخليها تركب معنا ونعدلها نخليها في نصف الريلي بحيث أنها تركب معنا وفي الحجم ده طبعا استحال يلف معنا ويعمل معنا مشاكل لحامنا أطراف الريلي زي مواضح عمانكم ويصبحهم بالريلي هات يعني أكبر موجودة أو محمولة للتصميم وركب طبعا الترمال معي وبعد كده يفضل أن تستخدم 2 ترمال بألوان مختلفة بحيث أن تستطيع تفرق ما بين الدخول والخروج لأن هنا يكون معك عدد الدخول نفس عدد الخروج فعشان تستطيع تفرق ما بينهم مستحسن تستخدم ألوان تانية أو لو حبيت تعمل علبة توضح عليها في الخارج كل التوصيلات بعد كده استخدمتهم مقاومة 60 اوم بعد كده استخدمت المقاومة طبعا الطرف المربع في البرداء أو اللوحة وهو الطرف المجب والطرف الطويل في الـ LED طبعا دائما يكون معك هو المجب تركبه في المربع في البرداء أو كما موضح على البرداء وهنا معك المقاومة تركبها في المكان وطبعا التصميم يكون موجود معك أسفل الفيديو تقدر تحمل التصميم وتطلبه من موقع GLCB أو تنفذه برحتك كما تحب ملف الجربر موجود أسفل الفيديو وبعد كده سنبدأ نثبت البرداء في الحامل وهذا الحامل جدا ومريحني جدا انا جايبه من موقع Banggood كما واضح أمامكم ومثبت البرداء بشكل جيد فيه لنباط يتنور لك رابط الشراء بطاعة من موقع Banggood ومريحني جدا ومريحة جدا ومريحة جدا ومريحة جدا ونكمل اللحمات طبعا كنت أعملت الحام في الورزة لتطلبها أو تقدر تعد أطراف ونكمل اللحم بكل بساطة ومريحة جزئية ولكن اللحم بسيط جدا كما واضح أمامكم تستخدم قصدير ومكوه كما وضحنا قبل درجة حارة ومناسبة خلصنا اللحمات لأن اللحمات بسيطة جدا والعدد بسيط ونقص بقص الأطراف الطويلة ونقص الطول وهنا أصبح معنا الرليا الاثنين والرليا الواحد لأن نفس الفكرة هنوضح إن شاء الله في فيديو مفاصل الرليا الرباعي أو الاربع رليا مع بعض ونبدأ نجرب اوصل طبعا في طرف المجاب ومعي الطرفين اللهم الواحد والاثنين خاصين بالرليا وهنجرب الرليا الاثنين طبعا هنا استخدمت مقاومة واحدة هل لو انا شغلت الاثنين مع بعض اللمبتين هيشتغلهم بشرط واحد يكون الاثنين نفس اللون لو استخدمت الاثنين مختلفين اللون اللي بيستهل الكهرباء ما يصف من 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 قبل ثمهم ينرى ولكن هنا انا ركبت المجاب مختلفين هنمركب أزرق واحمر جميعا نفعل الكهرباء من اثنين في بعض الأزرق والأفن طبعا سيستهل الكهرباء أقل من زرق فقط سنرى مفاق مثل المجاب نوصل الموجة بالسالب ونشوف نوضح لكم عندما وصلت الموجة بالسالب يستغل معنا الأحمر فهذا لا يستغل الأحمر يستغل الكهرباء لأن المقاومة تعدى عدد الإلكترونات لا يمكن أن يشغل الإلكترونات لا يمكن أن يشغل إلي 2 إنما لو كانوا للمبتين في نفس درجة اللون كما وضح لكم في لام بلون أزرق ولو لام بلون أحمر إذا كان للمبتين بنفس اللون فهيستغلوا معنا فالإلكترونات يتوزع على ال 2 ويبدأ تخرج إلي الاحتجاج أو الاستضام في صورة النور كما وضح لكم في ال LED ونجرب على اللمبة هنا يوجد مكتب عليه 240 فولت والإتجاه الثاني يوجد مكتب عليه 5 فولت كتوضيح حتى الناس لا تنسوا ويأخذ بالها من الإرشادات الموجودة على البوردة وطبعا لو عملت تصميم أو هيكل بلاستيكي سيكون أفضل بكثير ويجب أن تقدر توضحها ونجربوا على الرهيان اثنين شغالين مع بعض لان يوجد مكتب الريان مكتب الريان فالتنين شغالين مع بعض لان اشتغل الريان لان ب茶 المشاهد كان الشغالة غير متوقعة تشغيل للامبة بدون الوصول لها تشغيل لامبة تشغيل الامباء تشغيلها على الهوضع تعمل عليها بسرعة ونحن نعكسها على الامباء تستطيع تضع الامباء حجمها صغيرا تقريبا بحجم الامباء المفاجأة تشاهدونها في الاربعات حجمهم صغير جدا بالنسبة لأربعة ريالات وهنا الاثنين مع بعض حجمهم صغير قد تستخدم معهم حتى الثالث في كفوك في علاقة الضغور في علاقة الضغور في يبدأ يشتغل معك في علاقة الضغور لأن حجمهم فعلا 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 صغير جدا وكذا ان شاء الله نكون وصلنا نهاية فيديو النهاردة يا رب يا رب نكون وفقنا في تقديم المعلومات لا تنسونا من صالح دعواتكم لو أجبكم الفيديو لا تنسو تعملوا لايك وسبسكرايب وتفعيلوا الجرس لكي اشعار بكل جديد وما تنسوش تشوفوا الفيديوهات اللي فاتت وتعملوا مشاركة للفيديو مع أصدقائكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته